لأول مرة بالإعلام فاطمة مساء الخير فاطمة أهلك فاطمة تشوفناك باليوتيوب كنت عم بتقول رسالة لوالديك واليوم أنت معي مشان أفهم منك شو صار وشو الأسباب اللي بتخلي طفلي إنها تروح خطيفة مع شابه وابن خالتك بتقولي إنك حبيتي فاطمة أول شي، ليه زعليني؟ ما نزعليني ولا شوي؟ منك زعليني إنك بعيدة عن أهلك؟ لا بكفينيكم مع حبيبي وبس بكفينيكم مع حبيبي وبس بكفيك تكوني مع حبيبيك وبس؟ قدين عمرك فاطمة؟ 13 سنة و 5 شهر بس ع أخراج لقيت فاطمة محتوط أنت من موليد 29 8 2002 ده 10 سنة ونص لا عمري 13 سنة و 5 شهر أنا خلقيني بأيب بأيب 29 أب 2002 يعني إذا منعدوا المظبوب يطلقوا 11 سنة ونص لا أختلف معك عمريك أخراج لقيت شو بيقول فاطمة؟ لا أختلف معك على فرق السنة قلت لي أنت اليوم ما حبيبيك شو اللي يخليك تهرب من منزل أهلك؟ يعني كان إلي أسباب الخاصة شو أسباب طفلة عمره 11 سنة تهرب من بيت أهلك؟ خليني أفهم معك أكتر كان البابا يضغط علي كثير هو مرض بي يضغط بشو؟ إنه ما كان يقلي إلا مودياتك إلا لابن أخته يعني أنت عم تقولي بيك كين بده يجوزك؟ لا أبن أخته لا أبن أخته؟ أنت هيك عم بتقولي؟ إمتي إمتي تجوزتي حدا كمان ابن خالتك إنت تجوزتي؟ بس لأني أنا بحبه حكيت مع بيا قلت له لبيا أنه حاببة لفاطل وعندك نية تجوزانة حكيت أول شي مع البي به هالموضوع؟ أشي أكيد شو قالك بيا؟ حكينا فيها كين روديان شهرين بلشت الأمور لورا أسوأ البي بقول أنه أنت فتحته بالموضوع ولكن هو قالك خليها تكبر تنضج تصير راشدة تخلص علمها ولي كل حادث الحديث بعدين قالك مضبوط قالك هكي هو قالي هكي بس وصلت لفترة أنه خنقني أنا إياها وصلت لفترة أنه اثنين بيحبوا بعضهم ولمدة 45 يوم ما يشوفوا بعضهم حتى أنه التليفون ما في ملوصلة قلت له تاع أخطفنا لأن كان وقت مناسب قلت له تاع أخطفنا؟ وقت المناسب كيف يعني وقت مناسب؟ وقت البوع ما كان بالبيت له لا خيل كبير ولا خيل أصغر ما كان فيه إلا الماما والماما كانت نايم هي وأخويته ونزل خطفنا لكن كنت عم يقول قبل شوية أيمن ما كان فيه تواصل بينك وبينه قطعت التليفونات قلت لي قبل شوية كيف توصلت معه؟ سرقت تليفون الماما سرقت تليفون الماما مني ودقيت له تليفون والدتك أو مرت بيك؟ والدتك والدتك سرقت تليفون أمك وتلفنت له لما تلفنت لك أيمن شو قلت لك؟ قلت لي أنا ما بقى فيني يتحمل هذي يتعاخدني أو هذي ما نعيش مع أهلي أنا بدي يعيش معك بحب ورضا على الحلوة والمرة لما رحت خطفت من بيتها قالت لك تعاخدني تعاخدني من أنون بيقول هيدا تم اختتاف قاصر يعني هيدا جنحة بتتحول لجناية ويحاسب علي الأنون ما فكرت أن أنت ممكن تكون في تداعيات أنونية عليك؟ لا ما فكرت؟ لا ما كنت بتعرف أم كنت تعرف أنه ممكن تلاحق قلت أنه أنا إذا فكرت بهذا الشيء يمكن أن أحرب منه فقلت لأ أنا هي المناسبة أكثر عندي إياها بكل شيء عزرا على السؤال أنتو اليوم صرتوا متزوجين ولكن بهاليومين صار في علاقة بينك وبين فاطمة حطيتوا أهلا تحت أمر الواقع أنه صار في علاقة مع فاطمة وحكما حكما لازم تتجوز لاحظة إذا بتريد استيز نعم حضرتك حضرتك والدو وجهني الأسئلة الشرعية لاح وصل لك ما بدي أحكي أنا شرعا اليوم حضرتك حضرتك محمود صلاح الدين لاحظة إذا بتريد أنا معك بكل القضايا وجيد لعندك أنا عبر منبرك وضح الصورة أول شيء محمود أول شيء بدي أشكرك بدي أشكر ساعتك وشكرا على حضورك الليلة بقدر جدا حضورك واسمح لي اليوم نقشك أنا وياك كاثنين راشدين ونحكي بكل الأمور لأترادت أسألة على اتنين يعني أترادت لأنه لووضح الصورة مش لعطمة عبر منبرك لووضحها مش لعطمة وأنا بشكرك بس لأترادت على السؤال اللي سألته إياها لأيمان هذا السؤال لا يسأل لأولاد صحيح لا لا من أولاد هذا هو 18 من أولاد راشد أما بأمر القضايا الشرعية أو القانونية ما عنده الطلاع قدي أنا نحنا بتعرف القانون المدنة تحت 18 كله قاصر بما يعني كل بنت تتزوج تحت 18 معناته حرام زواجة نحنا ننتمي إلى شرع إسلامي على الدين الحنيف مسلمين عنا بشارنا بالتصاف وما فوق بيرضى أبوها تزوج بيرضى أبوها بيرضى أبوها تزوج ما بدي نقش موضوع شرع اليوم بدي أحكي من الاجتماعي والإنساني بشكل أساسي ما رأي أحكي موضوع الشرع سؤالي لما ابنك خطف هالطفلة من منزل أهله هالطفلة من منزل أهله لا تقول طفلة لحظة إذا بتريد لا تقول أصير لا تقول طفلة لأنه هي راشدة وعرفة حالة شو عم تشتغل راشدة؟ نعم لا منا راشدة لا لك شغلة ما في راشدة إذا بتريد إذا بتريد معي قليك معي شوية أصير نعم أصير نعم تحت 18 كله أصير نعم أما الطفلة لا نحنا منا نخاطفي أطفال هذا شكله أدى صوته صورتي لفت فيها طفلة بدي حليب لا طفلة واعي وأحبت ابن خالتها ورادت تعيش معه حياته شرعة حقوق الإنسان الطفل لعمر 18 سنة نعم 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 نحنا قلنا لك تحت 18 كاتر بس طفل لا طفل ابن 17 طفل طفل قبل 18 طفل أنت برأيك هكذا مش برأيك شرعة حقوق الإنسان لا لا شو بدي من حقوق الإنسان أنا عندي دين بنتمي لأيلو لحظة إذا تريد أنا عندي دين وشارع أنا عندي فتوى دور الفتوى عندي مفتيجي مهرية هو بيعطيني هذه الفتوى وأنا عندي أيضا جواب من دار الفتوى بجيبك عليه بعدين نحنا هذا بصدد هذا السؤال حقيقي هو برد له دور الفتوى نحنا بشارعنا فوق التصاف تزوج على سنة الله ورسوله بس برضى أبوها في نحنا فرق أخذناها بدون رضى أبوها أنت ما قلت له لأبنك لما بدي جوز طفل آصر ما قلت له لأبنك أنه يا بابا انطور شوي خليها تكبر خليها تتعلم نحنا مستبب إذا بدك نحنا نحنا مستبب بس أنت ما قلت له هيك لأبنك قلت له تروى قلت له يا أبي قلت له يا بابا أنا بدي وصفك قبل بيومين كنت عم بعمله أوراق بدي أدمه على وظيفه بالدولة ومتريس الأمور أنا لأن أنا ميني ولد صغير أنا أعرف هاي شو عم بعمل وها من العب عجبي يعني من دخالته وأنا ما بدي جرح عديلي لأني عديلي كتير بحبه وبيحترمه وبيقدره ما بجرحه أنا لكن الظروف السائد ودتنا لهون طيب وصلنا لهون شو منعمل لما خطفه شو كان موقفك موقفي كان كتير صعب شو قلت خلينا ردة عندك وابني فصل الخط بوشي فصل الخط بوشي ما عدي يستجيب مني لأي مراسلة على أساس أنه ضبه تحت الليل ورده لأبوه سترة بسترة من شان ما نوصل للنتائج وخيمة لأنه أنا بدي طلعها من عنده بعرس طبيعي بشرف وكرامي يعني برضاه فما قدرت التواصل بإبدي إلا تاني يوم من عشي لحتى فتح الخط وقدر ترسلهم وشو كان صار بها الفترة اجتمائيا شو كان صار شو بدك من لي صار أصير اللي بده يصير فيه شغلة شو اللي صار وقال ضمن العادات والتقليد هاها أنا عم نورك عن شي نحن من الطبيعي من المألوف كأهل الريف وعكرين أي بنت بتضلع بروت باتة بروت بيت أهلة وبتروح بسبب يعني بهدف الزواج فيه شغلة بهدف الزواج بتغيب يوم أو تاني وبتصير تاني يوم فنحن عابع لنا وعشرفنا ردة لأهلة لأنه ممكن تحدث جريمي وراه هذا الموضوع البنت قلت لي يا عمي أنا أول ما شفته لأمني أول كلمة قلت له يا أبي لاش عملت هيك؟ قلت لي وقف يا عمي أبت تحكي معه ولا كلمة أنا اللي طلبته وأنا اللي جيت معه ما إليك معه شيء إذا بدك منه شيء أنا عمه بس أنت بهتك أحسن ما تكون متورد بجريمة خطف قاسم أنا مين متورد أنا جاي لعندك مين متورد بس كنت فيك تردى تغريع عن بيت أهلة لأ كان مرئ يومين معاملك أنا عم توصل معه كان مرئ يومين هلا بيتقاليد نحن بعرفنا ما بقوتا حلوي نرده ليش؟ بطد كل الأصابع بدأت شيري عليها بالإنتهام هاي دي كذا وهي دي كذا أنا بقضي على مستقبل البنت وهي أول زهرته سؤال يقولوا عنا يشارع لي بالأصبع أنها راح تنهار من بيت أهلة أم يشارع لي بالأصبع أنه قاصر طفلة قاصر تزوجت بعمر وهي لأنها مهيئة لا نفسيا وجسديا ولا نفسيا لحظة إذا بتريد لحظة إذا بتريد البنت عمرة أكثر من 11 شو بدي مراجلات أنا بعرف أن الدولة والحكومة تترف على المكتوب على المكتوب بتترف يوم إذا بنتك إجا شاب قال لك بدي أخذ بنتك عمر 10 سنوات بتجوز بنتك أنت بتجوز بنتك أو بتنطر أنك بنتك تكبر تتعلم تكون ناضجة تكون مهيئة نفسيا وجسديا بالنسبة لأيلي أنا شخصيا أنا أنا ميني مع هذا الأنون لا بالطول ولا بالعرض أي أنون كخطيفي أنا كأنون الخطيفي أنا ميني معيده وميني معه بس نحنا وصلنا لهون وصلنا لهون صار تمت يعني نحنا بدنا حل سلمي حبي يرضي الطرفين لا تقل لي أنت أنه مثلا نحنا بنت إجت لعندي أولتي أنا بحماكي عمي وأنا جيت مشين أملك وبدأي أحبه لو كانت هذا الطول مستحيل حدا بالعالم يقرب إليه أبدا 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 زواج القاصرات مدين زواج القاصرات ينتهك حقوق الطفل نعم أنا معك زواج القاصرات عم يزوج طفلة منا قادرة لا نفسيا ولا رسديا ولا معنويا أو لنا ناضجة إنها تتجوز تفتح بي طيب شو رأيك مثلا لحظة إذا بدريد نحنا شو هالجريمة الكبيرة اللي اتكابناها يعني قاصرات تحت السن في غيرنا بالعالم عم بيجرع الأطفال اليوم إذا بدك تحكيني بره في بنات يعني في بنات عم بيموتوا من وراء زواج القاصرات لأنه نحنا ضمن المنطقة والمعاول هذه أنا بدي إليك شغلة يا عمي بنت عمي 11 سنة لم تبلغ بعد البنت بتعرف شو عن زواج نعم 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 بتاعرف لما بتعرفوه لأنها شغلة أسئلة العلامة اللي داخلها على بيوتوب كل بيت موجودة ما خلط لا صغير ولا كبير اللي أبن خمس سنيني بيعرف كل شيء عن الزواج بس هيدا شي أنت مقتنع فيه إن من هذه بيعطيك تبرير إن بنت قاصر تتزوج سؤال أنا بيعطيني تبرير ضمن الشرع أنا بيتمي لشرع محمود قل لي بنت عمر 11 سنة ما عمر 11 سنة أقول لك أنثة كاملة مكتملة كاملة مكتملة 11 سنة 11 سنة من 11 سنة 13 سنة ونص أنا اشتغلت ضمن المنطق حمايتها لأنه هي قالت يا عمي إذا بتردني على أهلي أنت معها حتشوف شيء ما بيرضيك يعني كانت البنت بدأت الحالة طيب أنا بتحمل جريمة تاني فوق جريمة لا أنا بضبها وبحكي بالصلاح أنا خطبتها وزوجتها زوجتها على سنة الله ورسوله خطبي عضيه تمام زوجين يعني بعد ما رضخوا الأهل لأسباب تقاليد وعشائرية طبعا أنت تعرف أنه الأوادم والخيرين زي أفضلك زي أفضلك اللي عندهم دم الحامي وما بيريدوا الإهانات للناس وكذا بيدخلوه على أساس نحل حبيا وصار في توكيل من قبل بي وكا وكا حدا يكون ولي أمره عند الشيخ أكثر ما فيه طلع معهم مع الخيرين طلع معهم أنهم يا أخي إخرة المضوف ما لأشي ها بنتها غلطت أكل المعدلات حفظها حقها حقها حق الشرعي بيقولوا له حق رأبتها وإذا بدك ما بتحكيه تركها لأصحابه ما بدك تحكيه يعني هلأ نحن وصلنا لهون والولاد تتعلقوا ببعضه وبيحبوا بعضا كتير طيب شو بعمل لنا أنا بخنؤون ما فيني خنؤون أخذوا بعضا وبيحبوا بعضا أنا بدي حطهم بعيونها وبنتهم بدي حطها بعيونها هلأ بدوا يدعي إليها بدوا يشيل إليها دعوية بدوا يعمل يعمل البدو فأنا ما بتخلى عنها نهائيا لا لأنه هذه صورة ضمني أنا وبحمايتها وهي كنتها وهي بعرضها شكرا لك محمود سأرجع لفاطمة وأيمن اليوم فاطمة بعمر 11 سن لازم تكوني بالمدرسة مع أصحابك أنت اليوم بالمنزل الزوجة كيف تقضي إيامك أنا بإيامي هي كتير مبسوطة شو بتعملي لأني مع زوجي شو بتعملي بوعد أنا أولاد عامة وبشتغل أنا ويهم يعني بعمل أنا ويهم بشترك بشترك أنا ويهم بكلش ما بتحب ترجع للمدرسة لا أصحابك اللي بعمرك شو عم بيعملوا هلأ عم بيتعلموا بتحني تروحي معهم تلعبي معهم لا لأنا أنا رح دلم مع زوج هي فضلت حياتها الزوجية بس من حق من حق الطفل أنه يلعب أنه يركض أنه يضحك أنه يكون ينشأ ببيئة سليمة هيدا حق من حق للطفل عكل حال إذا بتريد بدك تعترض أنا قلتلك هيدا شرعا تزوج أنا عندي دار الفتوى بنتمي لأيلو ما تجي إن مثلا فيني يفصل عنده يا محمود بيني وبينك هلأ أنت مأتنئ إيه طبعا أنت بنتك عمر 11 سنة بتجوزها طبعا إذا كان قبل للزواجة شرعا تتجوز نفس الليلة نفس الليلة هي وصطادة كنت خلاتها مغموضة وبيت أهلا تتعلم وردتها لأبوها تتعلم وقلت له هادي باني وبانك أعلم ليها سنتان ثلاثة بس هاي لأيلة هاي لأي لأني مش لغايرة طبي يعلمها تنضج تصير جاهزة نعم وبيتجوز أنا قلت له بدي أخذ تطلع برس أنا تطلع الحكي بيني وبيني وبيني ويطلع برس هيدا كلام منطقي هيدا الاتفاق بيني وبيني هيدا كلام منطقي إنه تنطر إنك تكبر إنه تكبر تنطر إنه تكبر وتتجوى وتتعلم وتصير راشدة وتجوزها ويكون ابنك كمان كبير وصار متمكن إذا ما غير رأيهم لما يكبروا وينضجوا ويعرفوا الحياة أكتر ويختبروا الحياة أكتر شكرا لك محمود ومن هنا نعاود ونطلق صرخة لوقف هذه الجرائم المرتكبة بحق الطفولة نناشط كل من يقوم بعقد زواج أن يتشدد ويرفض تزويج القاصرات ونطلب التوصل إلى قانون مدني موحد للأحوال الشخصية مطلوب وضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة التي تنتشر أخيرا في لبنان